يوم إثر آخر تنجلي حقائق مفادها أن إيران لن تترك العراق هكذا دون قتال هذا هو عنوان تقرير نشره مركز أبحاث مكافحة الإرهاب الأمريكية الذي صلت بوء على نفوذ الميليشيات وسيطرتها على مفاصل الحياة في العراق ميشيل نايتس الباحث في معهد واشنطن ومعد التقرير أكد أن مقتل سليماني والمهندس مرتكزا مشروع إيران وميليشياتها في العراق والاحتجاجات المندلعة منذ أشهر شكلا عقبة في طريق المزيد من توغل الميليشيات في المؤسسات العسكرية والاقتصادية والإدارية العراقية التقرير صلت الضوء على بعض حيثيات النفوذ الإيراني في العراق ومنها أن سلطة سليماني والمهندس كانت فوق كل السلطات حتى أن أبو مهدي المهندس كان عام 2019 مركز نفوذ قوات فيلق القدس الإيراني في العراق اقتصاديا وبحسب التقرير هيمنت الميليشيات على الشؤون التجارية في البلاد وجنت أرباحا مهولة حتى أنها قامت بتحويل مبالغ إلى حساباتها وحسابات الحارس التوري الإيراني وحزب الله اللبناني ويريد التقرير اسم قائد ميليشيا كتائب الإمام علي الشبل الزيدي المصنف على لائحة الإرهاب الأمريكية منذ عام 2018 كونه أصبح أغنى الرجال في العراق لما يمتلكه من إمبراطورية تجارية مترمية الأطراف وأيضا من خلال سيطرته على وزارة الاتصالات ميليشيا حزب الله اللبناني بحسب التقرير أيضا فازت بعدد من العقود التجارية في العراق مستغلة علاقتها الوثيقة بتلك الميليشيات التقرير كشف اختراق الميليشيات لنظام كي كارد المخصص لدفع الرواتب الحكومية وزجت أسماء موظفين وهميين للحصول على أموال قيمتها عشرات ملايين الدولارات شهريا كذلك سيطرت رجال الأعمال المرتبطين بإيران على أربعة بنوك خاصة تستغل مزاد بيع الدولار لتأمين العملة الصعبة لإيران الميليشيات أيضا سيطرت على حقول نفطية صغيرة في مناطق علاس والقيارة ونجمة وقامت بالاستفادة من شركات نقل وامداد وشحن تسيطر عليها ميليشيات في البصرة لتهريب النفط المسروق من هذه الحقول وعملت بحسب التقرير على توفير الغطاء لتهريب النفط الإيراني الخاضع للعقوبات الأمريكية عبر منافذ حدودية منتشرة على طول الحدود مع العراق ومن ثم إعادة تعبئته وتصديره كنفط عراقي لكن الموارد المتحصلة عن ذلك كانت تذهب لإيران ويختتم نايتس تقريره بعبارة أنه ليس لزاما أن تنحل الميليشيات نتيجة قتل مهندسيها لأنها لن تتخلى عن المستوى الذي بلغته من السلطة في العراق بدون قتال ترجمة نانسي قنقر